أحيى مكتب الثقافة في مديرية المخى غربي تعز أربعينية فقيد الجمهورية وشاعرها وأديبها الدكتور عبدالعزيز المقالح في فعالية أقيمت اليوم برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح وقال رئيس اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة تعز نبيل الحكيمي إن المقالح واحد من أهم الأدباء والكتاب مستعرضا جانبا من مسيرة المقالح منذ ولادته مرورا بمراحله التعليمية وصولا إلى نظم الشعر والكتابة الأدبية وكيف أنه وظف أدبه وشعره في مقاومة الحكم الإمامي والاستعمار البريطاني من جانبه أوضح مدير مكتب الثقافة بمديرية المخى سامي أحمد صالح أن المقالح الذي دفن جسده قبل أربعين يوما سيظل حيا بيننا بما تركه من إرث أدبي غزير وشهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي استعرضت سيرة الحياتية والتعليمية والشعرية والأدبية للفقيد الدكتور عبد العزيز المقالح